كثير المتحور دلتا من فيروس كورونا قلقا متزايدا حول العالم وسط مخاوف من أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء بينما كان الناس يتطلعون إلى نهاية وشيكة لقيود جائحة كورونا ومع انتشار سلالة دلتا في أكثر من 124 دولة تزداد المخاوف حول مدى تأثير السلبي على مصاري تعافي الاقتصاد عالميا نتحدث عن هذا الموضوع مع ضيفي أحمد عياد محلل أسواق المال أحمد مساء الخير وبداية هل باعتقادك أن المتحور دلتا سيدخل الاقتصاد العالمي في كبوة جديدة؟ مساء النور أهلا بحضر متحور دلتا بطبيعة الحال هو أحد الروافد أو متحورات من فيروس كورونا وبطبيعة الحال وجوده سيؤثر بشكل كبير على الاقتصادات العالمية سمعنا تسكحات مديري البنوك المركزية على مستوى العالم الذين أشاروا إلى أن الاقتصاد سيتأثر بشكل أو بآخر نتيجة متحور دلتا ولكن الجيد في الموضوع أن توقعاتهم تشير إلى أن التأثير الاقتصادي لن يصل إلى مستوى الانكماش الاقتصادي كما حدثت مع بداية الموجة الأولى العام الماضي من الموجة الأولى من بداية كورونا حصلت انكماشات كبيرة ليست متوقعة مع متحور دلتا ولكن إذا ذكرنا أن هناك تأثير بالطبع سيكون هناك تأثير على الاقتصادات العالمية بشكل كبير طيب مع الإجراءات التي طبقتها الحكومات على اختلافها هل ترى أن هذه الإجراءات قادرة على التخفيف من تدعيات دلتا على الاقتصاد العالمي؟ الإجراءات التي اتخذتها الحكومات منذ الموجة الأولى حتى من كورونا كانت إجراءات سريعة وجيدة الإجراءات كثيرة اتخذتها البنوك المركزية والحكومات للحد من التشار البيروس وكانت تأثيرها جيدة على الاقتصاد وشهدنا بعض القطاعات الاقتصادية ما زالت النشاط والحيوية جيدة أرقام الاقتصادية جيدة نعم ليست كما السابق ولكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات مع انحصار تفشي المرض ستؤدي بشكل إيجابي إلى سرعة عودة الحركة الاقتصادية بشكل كبير بعد التعافي يعني مباشرة أو الحصار لانتشار المرض ما اتخذتها الحكومات من الإجراءات ستعطي الاقتصادة دفع قوية للأمام ونمو جيد للفترة ما بعد الانحصار نعم ربما استفادت سندات الخزانة من استمرار حال عدم اليقين في الأسواق العالمية بسبب كورونا لكن كيف ننظر أو نقيم الأداء في القطاعات الأخرى طبيعة الحال لما يكون هناك بعض المخاوف تستفيد سندات الخزانة ولكن بعض القطاعات الأخرى تتأثر سلبا بشكل آخر يعني شاهدنا في الأسواق الأسهم العالمية شاهدنا مؤشر نيكي تراجعا في أسواق الأسهم العالمية مؤشر نيكي تراجع الفترة الماضية مؤشرات الأسهم في الصين تراجعات في مؤشرات الأسهم كبيرة أيضا شاهدنا تراجع في أسعار النفط وانخفضنا تحت مستوى 70 دولارا للبرميل التراجعات في الأسواق المختلفة نتيجة المخاوف وانخفاض شهية المخاطرة نتيجة المخاوف من تفشي المرض والتأثير بشكل سلبي على الاقتصاد هناك بطبيعة الحال في أي مخاوف هناك رابحون وهناك خسرون أعتقد من القطاعات التي رابحت هي السعادات والقطاعات التي خسرت قطاعات الأسهم قطاعات السلع مثل النفط طيب أحمد البنوك المركزية العالمية طبعا تبنت السياسات معينة فيما يتعلق بأسعار الفائدة بالشكل الذي تدعم به أسواقها كيف يمكن أن يستمر هذا الدعم وبأي شكل شاهدنا في الموجة الأولى حتى من كورونا حتى قبل المتحور دلتا وتفشي متحور دلتا شاهدنا أن البنوك المركزية لم تكن فقط بخفض أسعار الفائدة شاهدنا الخفاض في أسعار الفائدة كبير خلال الفترة الأولى ولكن السياسات التي تتبعها البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وغيرها هي سياسات تسهيلية أو تيسيرية بالإضافة إلى سياسة خفض الفائدة يعني السياستين مجتمعتين أدوا إلى نتائج جيدة وشاهدنا مع انحصار قليل مع التفشي خلال الفترة الماضية شاهدنا عودة الاقتصادات وشفنا وظائف التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية كانت جيدة في مطلع هذا الشهر وهذا يدل على أن الأرقام ما زالت جيدة نعم أقل قليلا ولكن هي السياسات أو التدابير التي اتخذتها البنوك المركزية على مستوى العالم هي سياسات جيدة ستدعم مع كما ذكرت مع عودة انحصار المرض ستؤدي إلى عودة قوية الاقتصاد خلال الفترة المقبلة ربما هذا ما جعل بعض المؤسسات المالية الدولية تبقي على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي برغم انتشار المتحور دلتا يعني ما زال هناك بعض التفاؤل أليس كذلك؟ نعم لو احنا تكلمنا على مستوى العالم يعني لم نشاهد حالات إغلاق كبيرة في العالم شاهدنا حتى في أوروبا في الدور الإنجليزي بدأ وبدأ نشاهد الجماهير في ألمانيا نفس الحكاية في أسبانيا الدول كثيرة بدأت تعود الجماهير إليها مع تسارع وطيلة التطعيم السلطات الصحية رغم ارتفاع معدلات الإصابة وتفشي الإصابة إلا أن السلطات الصحية ما زالت ترى أن الأمور يمكن السيطرة عليها والتحكم فيها وبالتالي فمع عودة هذه الأنشطة الاقتصادية وارتفاعها بشكل جيد تبقى التوقعات أو التطلعات للنمو خلال الفترة المقبلة جيد إذا ما شاهدنا تفشي أكثر وإغلاقات أكثر لم نشاهد حتى الآن أي إغلاقات كما ذكرت هو هناك حالة من الترحيب بعودة الناس في المدرجات كرة القدم والانفتاح في الأسواق الأوروبية والأمريكية لم نشاهد حتى الآن أي إغلاق ولكن في حالة الإغلاق ربما تتغير هذه النظرة في فترة المقبلة لأنه بطبيعة الحال الإغلاقات تؤثر على حركة النشاط التجاري في الاقتصاد عموما أحمد عياد محلل أسواق المال شكرا جزيلا على وجودك معنا ترجمة نانسي قنقر